إيه رأيك في مشوار بيتش المسلماني مع النادي العلي حتى الآن؟ طبعا نجح مليون في المية أنا دلوقتي جاب راجل ياخد بطولات إيه المشكلة؟ جايبوا ليه؟ عشي أخد بطولات؟ خدت بطولات يعني ما أخسرش مثلا ممكن يعني ممكن خسر 3-4 ماتشاط يعني أو ماتشين يعني ما أتكرش إنه أخسر يعني خسر بطولة واحدة اللي هي الدولي الأخير ده مش مشكلة ما أنت خدت البطولة كان الناس كلها تموت على التمنة والتسعة خدت التسعة والعشرة واخد أفريقيا مرتين واخد تسعة وأنت ممكن كمان يعني أنت تبقى دلوقتي يعني أنت أعظم مدير فني على مستوى القرى كابتان حسن شعاته وأعظم نادي على مستوى القرى نادي الأهلي إن شاء الله ربنا يكرم الماتش اللي جادة وإن شاء الله الرجالة طبعا معوديننا إن شاء الله يكسبوا يعني طب ليه في بعض الناس قعدوا فترة كده يقولك بيتس مسمى يمشي من نادي الأهلي بيتس مسمى يمشي من نادي الأهلي ما يلقش بالنادي الأهلي الأداء مش حلو الكرة مش حلو ما دي اللي كنت أكلمك بقى كابتان جاريم إن أنا العطفة ممكن تغلب عليها في الشغل أنا محتاج أنا دلوقتي جبت واحد شغال ماشي كويس ليه غيره هو محقق لي المطلوب انت محقق لي المطلوب يعني أنت جاي مدير بقيله عايزك ساب بطولات فكسبتك بطولات ليه تقولي لا أصل مش عاجبني للأداء طب يعني أنا مالي والأداء طب أنا لعبت أحسن كرة في الدين الزمالك أقولك عن نادي الزمالك من أحسن فرقة بتلعب كورة أخدش بطول للجمهور أخد بطولة ومالعبش كويس أنا دايما كده النهاردة لما أنا صعدت بحرص حدود إحنا مش أحسن فرقة بس كنا إنت لما بتكسب أقولك عليك أنت بطل حاج بقى أفتكر أنت الناس ما تفكرش غير البطلة كابتان مزبوط يعني أن أهل أهل والزمالك ما تفكرش غير أهلي أقولش بقى الزمالك كان بلعب في لأ طول التاريخ ما تفكرش غير البطل بس إنت لعبت إيه خلال التصفيات تشبيه بيتسمو سيماني مانو جوزي إيه رأيك فيه حقه إنت بنكرر إن دا كمان دا كان معا جيل هتكرنش بدا الجيل بتعمل جوزي طبعا طبعا في كل حاجة أنا عصرت في كل حاجة في كل حاجة اللي هي إيه في كورة فكرة دماغ إمكانيات لكن هو كان ناجح إن هو يسيطر على المجموعة اللي موجودة يعني أعظم حاجة كان عمالها جوزي إن هو يقدر يسيطر على الخمسة وعشرين لعب النجم قط اللبس قط اللبس دا كانت من كريم أهم حاجة في الدنيا طول ما أنت مسيطر عليها دا أهم حاجة لأ نفسك ناجح في أي حاجة وبيتش مسيطر عليها عامل دا أكيدا الراجل نتائجه بتتكلم يعني أنت بتتكلم إحصائياته أو بتتكلم كنتائج راجل عامل قراراتنا نادي الأهلي النهاردة بعيدا عن موضوع إنه ما عرضش فكرة الانسحاب قال إنه هيلعب المباراة في أي مكان في القرى قال إنه هو مستني من الكاف إنه الحد الأدنى من العدالة فيه المباراة النهيات تفتكر أصدو بالحد الأدنى من العدالة دي التحكيم والمدرجات أكيدا أنت بتكلم دلوقتي لي 50% في المدرجات فلازم تاخدها سواء أنت جبت جمهورك أو ما جبتوك لأ ما هو الكاف قال إنه المدرجات لازم تبقى مليانة يعني لو الأهلي ما قدرش يبيع 50% من تذاكره في هذه المباراة هم يبيعو هيبيعوها للوداد فأنت رأيك إيه أنا برضو معندش مشكلة يعني دايما دايما أنا يعني عندي يعني يقين إن النادي الأهلي مختلف اللعبة اللي جات عليه هو النادي الأهلي نادي الأهلي ساب لعبة كبيرة جدا يعني عظمة يعني وهو فضل النادي الأهلي أسعى كان رأيك عن محمد شريف حتتك بقى دا محمد شريف دا لعب كبير أوسر فقط بتحرك طوله عرضي بس محتاج حد لما بلعب لازم تلاعب مع أفشا لازم لازم تلاعب واحد يعني دا لو كان لعب مع عبدالله السعيد كان ممكن يبقى في تتحب أنت عبدالله السعيد أنا أحب عبدالله قصديق أنا أحب بغض نظر عن أي حاجة قصديق بص يا كابتن كريم إنت لما تنكر حق العيب إما أنت جاحد